بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين السلام عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوح الفوتس عمية واحدة وثمانين فولي اثنان في هذا الدرس سوف نتعرف على طريقة تسريع التصفح المواقع على حاسوبك خصوصا لإخوان الذين لديهم أنترنت ضعيف بالاعتماد على أدات صغيرة تعمل على تغيير قيم الديينيس في حاسوبك إلى الديينيس جوجل كلنا نعلم يعني بأنه العديد مننا نعلم طبعا الحال بأنه جوجل يعني وضعت منذ مدة يعني ليست بطويلة ما يسمى بجوجل أو شيء من هذا القبيل جوجل بيبليك دينيس رهنا إشارة الجميع لكي يشاهدوا فرق كبير جدا عند تغيير قيم الديينيس على حاسوبهم إلى دينيس جوجل بطبعة الحال يعني تغيير في سرعة التصفح المواقع سوف تشاهد وتحس بأنه هناك سرعة أكبر مكانات عليه لهذا في هذا الدرس أحبابي في الله سوف نتعرف على أدات صغيرة جدا تقوم بتغيير القيم الديينيس على حاسوبك إلى دينيس جوجل وسوف تشاهد سرعة أكبر في تصفح المواقع فاستعمال مثلا حتى نفهماتي النقطة أحبابي في الله استعمالك لمخدم جوجل يعني الديينيس الذي يعتمد يعني على مثلا مقابلة إن صح التعبير ما بين أسماء النطاقات مثلا يعني كايقلي5.com وعنوين هذه النطاقات يعني الذي هو الاي بي فمثلا عند كتابة يعني حتى نفهماتي النقطة عند كتابة مثلا موقعي الشخصي أو أي موقع تريد الدخول إليه مثلا إيقلي5.com على متصفحك تطلب هذا الموقع على أساس الدخول إليه فهو يمر أولا يعني الطلب على نظام الديينيس عندما سوف تعتمد على حاسوبك فعندما سوف يمر على نظام يعني الديينيس فهو بدوره يقوم بالتعرف على رقم الاي بي الخاص بهذا النطاق فإذا كانت يعني إذا كانت يعني قيم الديينيس التي قمت باختيارها جيدة فهذا يعني بأن هذه العملية سوف تكون سريعة أكبر أحباب في الله بالتالي فعند طلبك لمثلا إيقلي5 أو أي موقع فهو يمر بنظام الديينيس الذي قمت باعتماده على حاسوبك على أساس بدوره يعني كما أشرت يقوم بالتعرف على رقم الاي بي الخاص بهذا النطاق وهكذا يقوم مباشرة بجلب محتوى ذلك الموقع بالتالي فكما أشرت إذا اعتمد قيم الديينيس الصحيحة فسوف تشاهد يعني سرعة في التصف أحباب في الله والشيء الذي سوف نشاهده في هذا الدرس الجديد ويجيب والحاذر أحباب في الله هناك مجموعة من الأشخاص الذين لديهم فكرة حول هذا الموضوع ويقوم بتجربة مجموعة من قيم الديينيس على حاسوبهم فهناك قيم الديينيس مزيفة تعمل على مثلا توجيهك مباشرة فعندما مثلا تطلب يعني مثلا موقع بنكي أو شيء من هذا القبيل لدخل إلى حسابك أو شيء من هذا القبيل فهي تقوم بتوجيهك مباشرة إلى يعني صفحة مزورة أو شيء من هذا القبيل لهذا عليكم الحذر عند تغيير قيم الديينيس على حاسوبكم على أساس كسب مثلا على أساس أنك يعني تطمح لكسب يعني سرعة أنترنت يعني في حاسوبك لهذا سوف نتطرق إلى هذه الأدات أحبابي في الله التي يمكنك تحميلها عبر الموقع أو يعني عبر الربث أسفل الفيديو بعد تحميل الأدات تقوم بفتحها مباشرة حتى تشاهد معها يعني تصفح سريع أكثر مما كان عليه فسوف تجد هنا يعني قيم الديينيس التي قمت باعتمادها أنت شخصيا على حاسوبك وقمت بتغييرها أو يعني عنوان يعني الروثر إن صح التعبير أحباب في الله في حالتي كما هو عندي أنا شخصيا بالتالي على أساس تغيير قيم الديينيس تقوم بالضغط هنا سويتش تو جوجل دينيس سوف تنبت قلقنا في ذا يضغط على أوكي يضغط على أوكي 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 لحين ما يتم يعني تغييرها كما سوف تشاهدون 8888 وهكذا أحباب في الله يمكنك تصفح المواقع بسرعة أكبر مما كانت عليه يعني من قبل يعني فعليك وضع المقارنة قبل استعمالك لهذه الطريقة وبعد استعمالك أو يعني بعد استعمالها أحباب في الله قبل وبعد تغيير قيم الديينيس فأتمنى أن الدرس قد فادكم إذا نفعت معك هذه الطريقة لا تنسى مشاركتها مع أصدقائك ويمكنكم أيضا يعني قبل أن نهي هذا الدرس إذا كنتم لا تريدون أيضا يعني استعمال هذه الأذات وتريدون تطبيقها مماشاة على حسبكم فيمكنكم تطبيق يعني قيم الديينيس الخاص بجوجل فيمكنكم الذهاب إلى لوحة التحكم كونترول بانيل ويعني إلى نيتورك أند نيتورك أند أنترنت هنا ثم نيتورك أند إلى غير ذلك هنا أحباب في الله ثم كامبيار أدابتادور أو شيء من هذا القبيل تشانج أدابتر سيتينغ هنا ثم تقوم بالذهب إلى الشبكة التي أنت متصل بها وتقوم بالضغط اليمين للمووس بروبري ذاديس إذا كنت لا تريد مثلا استعمال هذه الأذات فأتي الطريقة نفسه أحباب في الله وتذهب إلى أنترنت بروتوكول فيرسيون كواترو إلى غير ذلك تقوم بالضغط عليه ثم تضغط على البروبري ذاديس ثم تقوم بوضع العلامة على هنا وتقوم بوضع القيم الدينيس الخاصة بجوجل تمانية 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 ثم تمانية فهذه الطريقة أحباب في الله باستعمالك لهذه الأذات أو تغييرك أيضا لقيم الدينيس هنا سوف تتغلب أيضا إذا كان يظهر لك شريط أصفر هنا يعني عند الاتصال بالأنترنت تمانية تمانية بهذا الشكل ثم أربعة ثم تضغط على أوكي على أساس حفظ التغييرات يمكنك تطبيق هذا الأمر أو الاستعانة بهذه الأدات فكل الحالتين نفسهما أحباب في الله ولاحظ بعد ذلك كيف سوف يكون هناك تغيير ملموس من صح التعبير عند تصفح الأنترنت أحباب في الله لا تنسى دائما زيارتنا على موقعنا دول الفيديو الفيديو الـ .5.com ولا تنسى أيضا الاندمام إلى صفحتنا على فيسبوك فيسبوك كونتروب صلى الله عليه وسلم كما لا تنسى أيضا الاشتراك على قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات في أمان الله